في نهاية الجزء السابق وقفنا عند تشخيص حالة عتامة عدسة العين أو المياه البيضة وأكدنا أو أكدت الأستاذة الدكتورة ريام حلمي مشكورة أن هذه الحالة ليست يا جماعة مرتبطة بكبر السن زي ما كتير قوي فاكرين وللأسف زي ما حكيت لكم في الجزء السابق يعني وحكيت للدكتورة ريام أنه كمان يعني فيه لغة أو فيه التباس مفاهيم عند بعض الأطباء كمان فإحنا بنحذره بنقول لأ إن الحالة دي لا قدر الله طبعا قد تحدث للأطفال والدكتورة ريام حلمي مشكورة شرحت لنا الظروف كتيرة أو يعني محفزات كتيرة ممكن بسببها تحصل هذه الحالة المعقدة عند الأطفال وإفنا عند العلاج نعالج إزاي بقى الحالة دي طبعا بعملية بس عايزة أقول برضو حاجة مهمة قوي أنه في العتامة اللي بتحصل في الأطفال مش شرط أنه طالما فيه عتامة في عدسة العين في الطفل يبقى الطفل لازم هيعمل عملية مش شرط لأنه زي ما قلت الجين اللي هو المسؤول عن القصة دي اللي بتحصل النمو بتاع العدسة ما بيبقاش كامل فالنمو بتاع العدسة لما بيبقى مش كامل أوقات بيعمل لنا عتمات في أجزاء معينة من العدسة مش في كل العدسة ممكن يبقى في كل ممكن يبقى في جزء جزء ده ممكن يكون مؤثر على الإبصار جامد ممكن ما يبقاش مؤثر خالص فالحاجات هاي ما بتبقاش بالفحص هو بالفحص بيبان مش مش بيبان بعد قد إيه آه يعني بيبان بالفحص آه بأنه نوع فيهم اللي مؤثر النوع اللي مؤثر هو ده اللي لازم التدخل الكراحي فيه أو يعني إن احنا نعمل عملية للطفل لكن فيه أنواع بيعيشوا كده مدى حياتهم ممكن يروحوا لدكتور وهم كبار يقولهم ده أنتوا عندكم مياه بيضة من زمان لكن بس هو ما حصلش تدخل مع الإبصار أو ما أثرش على حدة الإبصار ده حي تمام يعني ده برضو ربنا يطمن قلبك يعني أنت كده بتقول لنا أنه مش كل حالات عتامة عدسة العين حلها جراحي قد يكون مجرد فولو أب أو متابعة طب هل في الحالة دي حتى ما بيلبسوش نظارات أو كده فيه وفيه على حسب فيه وفيه على حسب على حسب تأثر الإبصار بالزبط تمام وفي حالة إجراء العملات الجراحية العملية بتكون برضو العملية بتبقى سالسة أوي فيه اللي دلوقتي أصلاً عمليات المايا البيضاء حصل فيها طفرة كبيرة جداً موجات فوق صوتية مفيش جراحة مفيش خيوط مفيش أي حاجة من الحاجات تهيئة يعني ده حتى فيه دلوقتي بالفامتو فامتو ليزر فريصلية جيدة بسبب تهيئة حر dereرناureau